سلام اليوم شاء الله حين حضروا مع بعض كيكة الديسباسيتو هذه الكيكة اللي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على القنوات على اليوتيوب ولكن اليوم شاء الله حنشارككم وحنعطيكم رأيي بكل صراحة في هذه الوصفة إن كانت لذيذة وإن كانت تستحق التجربة في البداية حمدوا بالجنواز اللي حين نحتاجوا فيها 5 حبات بيض من الحجم المتوسط نحتاجوا أيضا إلى 150 قرام أي لكل حبة بيض 30 قرام سكر ونفس كمية السكر هي كمية الفرينة لهي 150 قرام في البداية حنحطوه كمية السكر على البيض ونستعمل البيض خام بش نطلع هذا المزيج حسن نضعف حجمه نقول لي عندي خليط أبيض هني شوفوا قاوم مكفشا حيكون في هذه المرحلة هنضيف كمية الفرينة لكن لازم تكون فرينة منخولة هذا الشكل يعني هذه المرحلة مهمة لنتيجة أفضل للجنواز فيما بعد هنحب ندخل كمية الفرينة من الأسفل إلى الأعلى لما نهبط هذا الخليط حاول ندخل كامل كمية الفرينة بشيء اللي عندي خليط متجانس يعني شوفوا لازم يكون شعني خليط سائل هذا وقاومه لحصول على أروع نتيجة لأنجح جنواز أنا أخترز أني نستعمل قالبين القالب الأول هو هذا القالب لهو عبارة عن سيرسو على شكل قلب طرت له ورق أليمنيوم كما كنتوا شفتوا وحطيت له أيضا في الوسط حطيت له ورق الطهيل فيما بعد حطيت ثلث الكمية من الخليط هنحاول أني نحطها بشكل مستوي على كل القالب بالنسبة لكمية الخليط الأخرى هنحط فيها كمية من الكاكاو اللي هي تقريبا حوالي ثلاث ملاعق من الكاكاو دون نوعية جيدة يجب أن يكون نوعيته جيدة ونحاول أنه ندخله من الأسفل إلى الأعلى بنفس طريقة الفرينة طبعا أيضا كاكاو كما شفتوا كنت نخلطه هنشوفوا القوام كشاهي ولي هذا المول الثاني اللي اخترت أني نستعملوا له هو قالب زجاجي حطيت فيه ورق الطهيل أيضا من الأسفل اللي هو بابي كويسو خليص كمية قليلة فقط من الخليط لأنني هنرجع إلى الكيكا على شكل قلب ونحط فيها خطوط عشوائية من الخليط بتعام الكاكاو أنا حبيث لهذه الوصفة أني نستعمل طريقتين مختلفتين هي بالشوكولة فقط وأيضا نحن بشوكولة والكرامل لذلك حبيث أنه الجنواز أيضا يكون ما بين شوكولة والفانيليا وبوسط السكين نحاول أني نمزج ما بين الخليطين بشكل عشوائي بالنسبة للكيكتين حين ندخلوهم على درجة حرارة فرن يتكونون تخندوهم من قبل على درجة 140 درجة و رحين تخليوهم ربع ساعة بعد ربع ساعة رحين تحلو الفرن و رحين تتأكدو إذا الكيكتاكم طابس إذا ما زادت تخليوها دقعتين أو ثلاثة زيادة فقط في هذه المرحلة لطيفها الكيك سنحضر الموس أو الشانتية سنحتاج فيها إلى 100 كرام من الشانتية الشانتية بهذا الشكل أيضا هذي الموس كان طريقة أنكم تحطوا الشوكولة بعد ما تطلعوا الشانتية ولكن أفضل هذي الطريقة أني نستعمل الكاكاو أهم شيء أن يكون النوعية الجيدة ونحب الكاكاو البني دائما نصحكم بالكاكاو البني يجب أن يكون رائحتهم لذيذة يجب أن تحسوا بطعم الكاكاو يجب أن تحطوا تقريبا ثلاث ملاعق من الكاكاو وأيضا كأس إلا ربع من الماء البارد ضروري أنه يكون بارد وطلعوه على أعلى سرعة حتى نتحصوا هذا القوام سيكون القوام موس و أسهل طريقة أيضا نحتاج إلى كراميل هذا الكراميل حبيت أني مباشرة يكون عندي كراميل جاهز وهو نسلي كراميل سنستعمل نصف علبة لكن كما رأيكم تشوفوا أن القوام متماسك يعني سيكون صعيب أني نطلي به الكيكا لذلك هنضيف له ملعقتين من الحليب و نحاول أني نخفقهم شوية هذا هنستعمل بالنسبة للكيكا لذا ستكون المزيج ما بين الشوكولات و الكراميل هكذا يعني الكراميل يكون جاهز و الكيكا أيضا جاهزة بعد ما طابت شوفوا شكلها طابت بشكل مستوي كانت نتيجتها أولا أرواع اسفنجية ناجحة مئة بالمئة كما رأيكم تشوفوا في الحوف كنت فقط مررت سكين بعد الشكل و أيضا نزعت ورق الألمنيوم وبالنسبة لورقة الطهي كنت نزعته من الأسفل يعني شوفوه ما تلصقش مرة الكيك في هذه المرحلة رح ندير فقط ثقوب و نحاول أني نشرب هذا الكيك طبعا تبت قد تشربوه بخليط الشوكولات مع الحليب ولكن حسيت أنه إذا استعملت الوصفة حتكون بزيف بزيف حلوة و أنا حابة نستمتع بطعم هذه الوصفة اللذيذة لذلك حبيت أني نستعمل حليب واحده فقط حتى يكون نسبة السكر معتدلة في هذه الوصفة بعد ما تضعوا نصف كأس من الحليب طبعا الحليب يكون بارد والكيكا أيضا تكون باردة حين تضعوا لاموز من الشوكولات حين تضعوا طبقة يعني قد طبقة الكيك نحب أن يكون طبقتين يعني قد قد نستمتع بالطعمين بالنسبة لكيكا ستيس باسيتو أول ما نسمعوا اسمها وأول ما يختار في البال هو الأغنية الإسبانية الشهيرة ولكن كما قيل و كما سمعنا أنه هذه كيكا برازيلية برازيلية الأصل و لذلك حاولت أني نبحث على الوصفة الأصلية بحثت ولكن أني لم أجد إلى الفيديوهات في اليوتيوب في قنوات عربية مختلفة كلهم بطريقته الخاصة و لم أجد يعنيها وصفة تؤكد أنه أو معلومة تؤكد أنه هذه الكيكا برازيلية الأصل أو مكون أساسي أو مكون ضروري في هذه الوصفة كما لاحظتوا لطريقة بسيطة جنواس كريم شونسي مع كاكاو وشوكولا أيضا ستحبوا تدخلوا عليها الكراميل إذن أنا حسيت أنه لم يكن شيئا مميزة جدا في هذه الوصفة أو مكون غريب أو طريقة جديدة في هذه الوصفة ولكن أكيد هي لذيذة جدا أنه كل المكونات وكل الطريقة التي استعملناها رائعة و لذيذة الحاجة الوحيدة لأني نعرفها من الأغنية المشهورة ديسباسيسو أنه الكلمة معناها ببطء ولكن يعني سبب التسمية لا أدري أي شخص عنده معلومات أكيدة على هذه الوصفة لما لا يخليها في التعليقات ليستفيد الجميع كنت حطيت طبقة من الكراميل كما شفتوا وأيضا حطيت شوكولال كنت ذوبتها في حمام مائي حطيت منها نقاط كما كنتوا شفتوا وببسطة كيوتون درت شكل قلب ويبقى تزين اختياري وحنزلينها في الأخير بهذا حبيباز الشوكولات بألوان المختلفة طبعا لأنه لم أجد وصفة أصلية فاستعملت وصفتي الخاصة بالجينواز أيضا بلا كريم أيضا أضفت لها طعم النسلي وكانت النتيجة رائعة جدا بالنسبة للكيكة الأخير ستكون شوكولات في شوكولات كما كنتوا شفتوا كذا هي الكيكة اللي خدمتها بالشوكولات بعد ما نحيتها من الفرن سننزح فقط ورق الطهي أمامكم باش تشوفوا الطريقة طريقة بسيطة لأنه الكيك بارد مش حيصق تماما هذا الورق يعني هذا الكيك ناجح مئة بالمئة أيضا لذلك نحب أن نتبادلوا الأفكار وإن شاء الله تكونوا استفدتم من وصفة الجينواز نتبعوا المراحل وتحاولوا تحافظوا على القوام لأنه هو سر النجاح شوفوا خفة هذه الكيكة شوفوا كيف شها هي اسفين جاية فقط متحلوش عليها في الفرن قبل ربع ساعة وطيب على درجة حرارة 140 أنا نعاود نأكد فقط باش تحافظوا المعلومات وحا نسقيها بنفس الطريقة بنصف كأسمنا الحليب لاحين تثقبوها في الأول باش تشربوا بنا كمية الحليب بالشكل الجيد فيما بعد هنجيب كمية مص و شوكولة ونحاول أيضا أني نحط كمية مليحة من هذه العموس وفي الأخير هنجيب كمية من الشوكولة المتبقات اللي يكون ذوب همام مائي أيضا بدون أي إضافات هنحطها في السطح بشكل عشوائي وأيضا لكسر اللون حبيز أني نستعمل أيضا كمية من النيستلي اللي بقتلين ندير خطوط قليلة فقط باش يعني اللون يكون لون جذاب حاولت أني نبسط عليكم الطريقة ونعطيكم أبسط الطرق لعلي بالي أنكم كاموا يحبين تربو هذه الوصفة طبعا هي وصفة لذيذة تخليوها فقط ترتاح ساعة في الثلاجة فيما بعد تقدموها لأفراد أصرتكم أكيد ريحة تعجبهم وأكيد حين تسبنوا هذه الوصفة شوفوا شكل القلب فقط من الوسط أنا فضلت هذه الكيكا يعني صارها حسن لأنه كانت بطعمين الشوكولات والكراميل كانت ولا أروع طعمها بزف بزف دنين كيكا الجنواز كانت ناجحة ولذيذة أكيد حنصحكم أنكم تجربوها يعني شوفوا القوام كيف شاهيكم قوام مشاهي إذا أجبتكم الوصفة لا تنسوش أنكم تشتركوا في القناة إذا كنتم جدد أيضا ضغطوا على زر الإعجاب أعطيوا لي رأيكم وما نجرب الوصفة أيضا أعطي لنا رأيهم في الوصفات الأخرى اللي جربوها أيضا لا تنسوش أنكم تشتركوا معايا في صفحتي على الإنستغرام بشتوفوا جديدي جديدي وصفتي وأيضا كوليس العمل أثناء التصوير دومتم قوفية إن شاء الله في وصفات أخرى لما لا نجربو وصفات تحتها طربيكم دومتم قوفية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر